الفقرة الأخيرة نحن وديكن ومنرحب بحضور ضيفنا المستشار العالمي لشركات فوتشن فايف هندرد بمجال المبيعات اليوم هالتوظيف الإلكتروني من بعيد قدرين نكون عم نشتغل حول العالم يعني تخيلوا 500 شركة من أكبر شركات حول العالم اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع عن هذا الشق التوظيفي بشكل خاص لأنه شبابنا اليوم عم هيك بتتخرج وبتبقى وقت طويل من دون ما تتوظف في مشكلة بطالة اليوم هل الفرص انوجدت هل هي حلول فيه إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها قدر من أماكننا قدرين نوصل لكل العالم ونكون موظفين بشركات عالمية وهلقد مهمة ونجني سروات لأنه منفكر دايما بالمردود وبالرواتب اللي بتخلينا نعيش عيش كريم صح هي القصة بتبلش بالأدجيكيشن يعني نحنا إذا ما كان عنا المعرفة استاذ فضله عيلة مونة صح لو سهلة فيك زكرت من دون ما أذكر اسمك تانكيو هي القصة بتبلش بالأدجيكيشن إذا نحنا كان عنا المعلومات الصحيحة ومنعرف نقدي هيدول الوظائف الشركات أكيد نحنا بس نقدمها حيكون عنا حظوظ أكتر نوصل لهيدول الشركات عن أنه ما نكون عارفين حالنا شو عم نعمل ونقدم على الجوبز فالقصة بتبلش أول شي بالأدجيكيشن والمعلومات اللي عنا إياها والإيكو سيستم الموجود هون فيه فرص كتير برا بس للأسف بحسش المجتمع اللبناني والشباب اللبناني بعض ما كتير عارفين فيها اليوم حضرتك من الشباب اللبناني اللي درس في لبنان وخارج لبنان أيضا يعني كيف بلشت مسارك اليوم حياتك المهنية لو صلت اليوم تصير مستشار لشركات حول العالم هالشركات اللي عم تفتح مجالات لأكتار من الشباب أنا بلشت كنت عم بعمل ماديسن كنت عم بعمل طب وبعد خمس سنين تركت الطب ورحت درست بيزنس شفت في صغرة كتير كبيرة موجودة بسوق العمل اللي هي بين التوظيف خاصة بمجال السيز والمبيعات والعروض اللي عم تتقدم فقدرت استغل هايدي الجاب وبلش بشغلي وعمل ترينينج لناس اللي تشتغل بالسيلز وخاصة بلش شغل برات لبنان وهيدا الجاب ساعد كتير من الشباب اللبناني أنه يقدروا يلاقوا شغل برات لبنان ويكون عندهم هايدي الحياة الأفضل اللي عم بيتمحوا لإله يعني منقول قدرين نشتغل ريموتلي يعني عم نشتغل من بعيد نحنا بلبنان بنشتغل لأمريكا للاسين لأوروبا لكل العالم قدي اليوم هايدي بتطلب خبرة مهارة اختصاص تحصيل شهادات علمية أو تدريبات ممكن تكون كافية لنتوظف بلبنان ما في جامعة بتعلم هوتو سل أو بتعلم مجال السيلز بعلموا بيزنس بعلموا ماركتينج بس هيدا الشي منه كيفي أبدا يعني الشخص إذا ما شتغل على حاله وحضر دورات وتدريبات ما رح يقدر أبدا يوصل ويقدر يلاقي هيك وظيفة لأنه اللي عم بيتعلموا بالجامعة أبدا منه كيفي حتى يقدر يحصل على هيك وظيفة فأكيد بتبلش بأنه شخص كتير يشتغل على حاله يعني هيدا الدومين كتير صعب منه هايين فإذا ما كان مطور حاله من ناحية الأدجوكيشن أبدا 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 ما رح يقدر يحصل على شغل برة فتطوير الزاتي والشغل ودراسته للموضوع وأكيد أنا عم بعلم ناس هوتو سيل وعم بعلمهم بمجال السيلز وعم بلاقي لهم أشغال برة معاشات كتير منيحة بس الشخص بده ياخد مبادرة ويقرر يتعلم هيدا الشيء قلت إنه صعب ما إنه شيء سهل شيء جدا صعب يعني اليوم إذا بتدرس وبتتخصص وبتحصل على شهادات عالية نعم وممكن تفشل بهذا المجال نعم بتتدرب يعني بده شغل تطبيقي بده يتعلم سيلز الشخص ما بده بس يتعلم بزنس بده يتعلم السيلز الشخص هيدا اختصاص بحد ذاته نعم بده هو في ياخده من خلال سرتيفيكتز في ياخده من خلال ترينينج وبعدين بس يتعلم هيدا الدومين بده يعمل براكتس بده ياخد استاج فيه حتى يقدر يوصل يوصل لبوزيشنز نيحة بهيدا المجال منحكي اليوم عن السي في طبع كل شخص يعني تا يقدر يقدموا ويودي لشركات عديدة حتى يحلفوا حظ بمطرح من المتارح هل كمان هيدا الموضوع بده طريقة معينة نعم بده يمكن اشياء يكتسبة اكتر يتعلم كيف يودي سيفيته لبرا اوكي هلأ صار في عنا بلاتفورمز كتير كبيرة مثل لينكتين اوبورك في كتير عنا ويبسايتز بتخلي الواحد يحصل على ريموت جوبز ميما كان حتى هلأ فيهم يقدموا عليها بس هيدول الشركات رح تشوف الخبرة تبعولوا للشخص شو قادر يحققلهم من خلال خبرته اذا ما انه قادر يعني بالستاج بيبين او بقلب الانترفيو بتبين اذا ما حسوه انه هيدا الشخص قادر يبيع او بيعرف how to sell ما رح يتوظف لو قدم على الف جوب هي القصة مش انه قدي بدنا نقدم على اشغال هي القصة قدين احنا qualified اذا قدمنا على شغل اللي نقابل فيه واكيد كل ما واحد يقدم على اشغال اكتر كل ما يكون عنده better opportunities بس الاستثمار هي بتبلش من انه هيدا الشخص يكون عارف حالو شو عم بيعمل وعنده الى qualifications انه يقدر يكون benefit للشركة يكون مثل اضافي للشركة مش انه عم بيستثمروا بشخص ما رح يقدر يعملون شو الاستثمار يعني في ارباح يعني بدنا نجني ارباح من خلال كل اللي عم بيكونوا موظفين وعم بتابعوا العمل بكل المطارح الشباب اللبناني اليوم هل بيكتفي بمطرح او بيضل الطموح ايخدوا لابعد انا ما بشوف اكتر لاحقة nationality او جنسية اكتر من انه الشخص هو بحد زيته شو عم بيعمل فاذا كان هيدا الشخص عم بيتطور بغض النظر عن جنسيته رح يكون عم بيقدر يلاقي شغل وين مكان بالعالم بخبرتي مع الشباب اللبناني ما كتير عم شوف فيه رغبة للتطور ورغبة للنمو يمكن له علاقة بوضع البلد والاحباط اللي عم بيصير بس هادي برجع مثل مبادرة من كل شخص وهو شو حابب لوين حابب يوصل بغض النظر عن جنسيته يعني اليوم بلشت وغيرت اختصاص قدي فيه اشخاص بهذه الشغلة بتشكل عائق عندهم يعني ممكن ما ينجحوا بمجال التخصص معين يوقفوا هون ووطلوا قدرين يكملوا خبرتك بتقول شي تاني اليوم كيف فكرت؟ انا كنت وقتا كنت عم بعمل مادسن وصلت لخيمة سنة وعا فكرة اكتريت الناس بتعمل مادسن بالبنان هو بيكون مثل غسيل دماغ من اهلا لانه بيحبوا يشوفوا ابنهم يا مهندس يا حكيم يا محامي وانا كان هيدا شي بينطبق علي بس وقتا شفت بالبزنس شو عم بيصير ومش اي بزنس يعني وقتا شفت الموجودة بعالم البزنس قلت لأ انه حسيت حالي اكتر هونيكي واسي ريسك اكيد اسي بيج ريسك بني هي كلنا منعرف الحكيم شو بيطلع له مردود مادة بس وقتا حدا يأسس شركة من السفر وما يكون عنده باك اوب او مستثمرين وراه ويعمل كل شي عن جد من السفر بتكون هيدا اكبر ريسك وهي ثقة بالنفس والكان عندي الثقة بالأدجيكيشن اللي كان عندي ايها وشو قادر اعمل كرمال هيك انا برسولي لقلي انا ما شفتها ريسك شفتها ريوردي كتير كبير ورسك اذا ابضل بشي انا ما كنت حبب اعمله يعني اليوم هيدا اكبر دليل انه الانسان يلحق شغفه او اللي بحب يبرع فيه وينجح فيه صحيح وقادرين يعني اليوم منقول فيه ناس اسكى من الناس ناس منفتحة اكتر من الناس وناس عم تطمح اكتر من غيره قدي هيدا الشي بدنا نغزيه بثقافتنا بمعرفتنا بعلمنا وبتدريباتنا ركزت على قضية التدريب نتدرب على عمل الاشياء نعم هي الاوبورتونيتي اذا بتجي لشخص مش البس المحظوظ هي بتجي لشخص الجاهز ياخد هيدا الاوبورتونيتي اذا رح اتيكي اتنين سيناريوز شخص مدرب رادي اذا اجته اوبورتونيتي وشخص منه مدرب عم ناطر الاوبورتونيتي توصل لعنده الشخص اللي مدرب وبيطور بحاله وبيقرأ اي اوبورتونيتي توصل لعنده حيستفيد منه اكتر من اي شخص تاني وحيكون عنده سكس هس ريت اكتر من الشخص اللي عم بيتكل على الحظ لا يقدر يحصل على هيدا الاوبورتونيتي والمعرفة هي ما بتجي بس من ناحية الترينيج بتجي ترينيج انه يحضر سمينار الشخص هادي الشغلة كتير مهمة بس كمان بتجي من ناحية راية الكتب في كتير كتب الى علاقة بموضيع السيدس في كتير كتير كتب في كتير كتب بتعلم الشخص كيف يطور بنفسه وكيف يلاقي شغل برا وكيف يطلع مصاري اكتر بس كمان مرة رح ارجع اولى هيدا بترجع على الشخص وهو قديه حابب يتطور وقديه حابب يوصل وقديه عنده طموحه وقديه بده يشتغل للطموح الطموح منه كافي في كتير شغل بده يصير حتى يقدر واحد يوصل ويحقق طموحه يستفيد من كل هالفرص اللي ذكرتها استاذ فضله قديه اليوم نحنا بالعالم اشتاح يعني ازا بنا نحكي التسويق الالكتروني المشتاح العالم يعني وين ما كان وكيف ما كان وصارت الشغلة مقبولة عند الناس يعني كلبنانيين وغير لبنانيين ايضا وهيدا بيسهل علينا الحياة اكتر طبيعيا هل بيكلفنا اكتر بيكلف من اي ناحية ماديا يعني عم ندفع الخدمة اكتر نعم اكيد لانه وقت الشخص بده يتعلم هيدول الامور لنحكي من ناحية الاجيكيشن ازا الشخص بده يتعلم هالامور اكيد فيه انفاسمنت لازم يعملها لانه فيه معلومات موجودة فور فري على يوتيوب اي شخص فيه يستعملها وعن جد فيه يوصل مننا حتى وفيه معلومات موجودة بيد يعني للشخص يقدر يستفيد منها بس تسويق الالكتروني وهي المسيحة كلها موجودة اونلاين قدمت للناس اشياء فور فري جمعات صارت عن طاعت كورسز فور فري وكمان بنفس الوقت عطتنا مجالات اكتر للتخصص بلا من اضطر نسافر لبرا وندفع الاتف ماني حتى نقدر نحصل على هيدول الاجيكيشن اليوم لكل الشباب اللي عنده طموح واللي بده يطور حاله وبده يستفيد من كل الفرص شو بتقله كشب لكل الشباب من جيلك اوكي اول شي بده يبلش بده ياخد ارار انه بده يوصل لمحال بده ياخد ارار انه بده يعمل مصاري اكتر بحياته وما يستسلم للوضع البلد الموجود وما ينق ويقول ما في شغل اذا ما في شغل بالبنان في شغل كتير برا هيدا اول خطوة بده ياخدها هو ارار شخصي وارار ذاتي انه انا بده اوصل وبده الشغل ويكون عن جد بهمه هيدا الموضوع من بعدها بده يبلش يتعلم بده يبلش يتعلم اشياء مطلوبة برا وانا شددت عموضوع استيزة انه هو النامبر وان جوب مطلوب حاليا بالعالم واكتر جوب عم يندفع فيه موني يعني ممكن توصل الرواتب لقدة اربع تلاف خمس تلاف عشر تلاف دولار بالشهر وفي ناس اكيد عم بتطلع اكتر من هيك فهيدا الشخص بس يقرر انه انا بدي اعمل هيدا المصاري ويعرف المجهود اللي بده يحطه حتى يتعلم ويشتغل بهيدا الدومان بده يبلش شغل على حاله بده يبلش يتعلم بس يتعلم فيه تاخده وهو حسب قدية سريع بطريقة التعليم طب عوله هيقدر يتعلم اسرع وحيقدر يوصل اسرع ففيه يتعلم الدومان كله تقريبا بشهرين اذا كان عم بيعمل انفاسمنت كتير كبير فيه وعم بحط وقت كتير كبير بهيدا الدومان فيه يتعلم الدومان بشهرين بطريقة مكسفة يعني صح دي لنهار عم ندرس صح من بعد ما يتعلم بده يحط هذا العلم into experience حتى يقدر يحسن من الاشياء اللي اتعلمها يكتسب خبرة قبل ما يقدم على الجوب فهذه في عندك مرحلة الإكسفيرينس وعفكرة الشغلة الحلوة بتستيز انه حتى الشركات بتدفع للناس اللي عم بيتعلم وعم بيعملوا وصدقيني بيتفعولون اكتر من اي جوب عم تدفع بالبنان يعني الشخص اللي عم بتعلم واخد education وبلش بده ياخد experience بقلب الدومان انا مأكد ومن خبرتي ومن الجوبز اللي عم نشيبه برا عم بيكون معاشو ضربة 2 و 3 و 4 عن المعاشات الموجودة بقلب لبنان واكيد كل ما يتطور اكتر بهيدا الدومان وكل ما يعطي اكتر كل ما معاشو يعلى اكتر ويحقق ارباح كتير كبيرة استيس فضلو حكيت عن هالمجال مبيعات شو اكتر شركات بتبيع شو السلعة اللي ممكن توصل للناس بخصوص المبيعات نحنا معوضين على السيلز كأنه ريتيل سيلز يعني متلا وقتا نفوت على المحل ونشي شو زيتيب موضوع السيلز العالمي كلها مختلف عن هيدا عن هيدا عن هيدا هيدا المفهوم نعم فيها تكون مبيعات لانفستمنتس فيها تكون مبيعات لريل السيت فيها تكون مبيعات لشركات محمات لدوكترس كل شركة موجودة برا بحاجة لستيس بيبل في منهم حتى مثلا بيكونوا موجودين بامريكا وعند كتير كلاينس اللي بيعملوا هيدا الشي بيكونوا موجودين بامريكا بدهم حدا بقلب الميدل إيست بيحكي عربي ليبيعوا بدبي بسعودية بكتر بكويت فعم بيوصفوا كتير ربنانية حتى يقدروا يتعاملوا مع هيدا الماركتس في شركات بتكون بدا توسع الخدمات تبعولا وتبيع بقلب المنطقة العربية وعفكرة هيدا الشي كتير منيح لإلهم لأنه هني عم بيوفروا كتير مصاري حتى يعني السيلز بيرسن أكيد رح يكون عم بيطلع كتير مصاري بس الشركة عم كتير عم بتوفر مصاري بدل ما تفتح مكاتب إلها ببلدين برا عم بيجيبوا شخص من قلب بيته وعم بيعطوه معاش بدل ما هيدا الشخص يكون بامريكا وعندهم كتير مستلزمات تجاهه من ناحية الصحة يعني التأمين وكتير اخبار يعني عم بحكي من ناحية القانونية يعني هني المشبورين فيها لهيدا الموظف هني منهم مشبورين فيها وقتا يكون برات أمريكا فهني كتير عم بيوفره يعني هني حتى إذا بدون يوصفوا شخص بامريكا هيدفعو له 80% ل 90% أكتر من ما يوصفوه برا فهيدا الشركات كمان هني مستفدين من يعني عم بيوفروا على حاله صح والشخص اللبناني أو أي شخص برا هيطلع له معاشة كتير منيح وكل ما يكون عم بقدم أكتر للشركة كل ما يكون عم بيشغل بطريقة صح وعم بيعرف يبيع أو عم بيعرف يعمل بزنس مصبوط هيكون معاشة كتير منيح اليوم هيك هيدا فرص بتنفتح لكتار من الأشخاص لشبابنا اللبناني اللي كتار عم بفكروا يتركوا البلد ويشتغلوا خارج لبنان اليوم بهالإمكانية للتوظيف عن بعد أو توظيف إلكتروني ممكن يلاقوا بواب جديدة بتنفتح لهم أكيد الوقت عم بدهمنا نحن وإيك أستاذ فضله عيلة بمونة تنختم شو بدنا نقول بديقول للشباب اللبناني احتموا أكتر بحالكم عملوا انفسمنت بالمعلومات طبعو لكم ما تقولوا ما في شغل ما تنقوا لأنه النق بس بيجيب ما حيجيب شيء إيجابي أبدا الشخص اللي بده قادر يوصل ما في حظ يعني أنا ما بقيم من أبدا بالحظ أنت بتخترع الأبورتونيتي السبعو لك فإذا أنت شخص بدك توصل لمحال بدك تشتغل على حالك وعن جد عندك شغف حتى تكون مردودك المالي أحسن بلا ما تنق هتلاقي كتير أبورتونيتيز موجودة لإلك وبمن السقة يعني هالجهات بينوسق فيها يعني الأشخاص دايما في مصدقية طبيعي وقتها عم نحكي بشركات كبيرة طبيعية إلى مصدقية وأساسا الشخص في شوف البروفيل طبع الشركة اللي عم يشتغل فيها وبقدم عليها مثلا مثل أي جوب بس الفكرة أنه أنا عم بقول للناس اشتغلوا أكتر على حالكم عملوا انفسمنت بمعلوماتكم لأنه حتقدروا تلاقوا شغل برا نحنا بدنا نتمنى لك كل التوفيق ونشكرك على حضورك معنا السيز فضل عيلة بوني المستشار بشركات فورتشين فايف هندرد يعطيك ألف عافية وبالتوفيق اشتركوا في القناة